المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يستمر النظام السوري في تهجير المواطنين من مدنيين وعسكريين من قرى وبلدات ريف دمشق بدأها بأهالي دارية وكان آخر الواصلين إلى هنا إلى ريف حما أهالي وادي بردة وصلت باصات تحمل حوالي 1200 شخص معظمهم هاجر إلى الشمال السوري بقي عدد من العائلات أقام هنا في سهل الغاب في ريف حما معنا اليوم في هذه الجلسة عدد من معنا الأخ الدكتور أحمد معتوق عرفنا عنك أحمد معتوق معالج فيزيائي في وادي بردة أيضا الأخ برياض بشير الدالاتي سائر من أهالي وادي بردة أخنا أبو محمد سالم نصغ الله قئيس مجلس محلي وادي بردة بداية مع الدكتور أحمد معتوق يعني لمحة عن وادي بردة من حيث الطبيعة الجغرافي بسم الله الرحمن الرحيم من وادي بردة السائر إلى أحرار العالم وادي بردة الذي جمع مجد الروعة ومجد الجمال من كل ما تملكه الطبيعة من جمال الماء والشجر والجبال الشاهقة هذه المنطقة التي أزهلت العالم بجمالها ومصطفينها من بقاع الأرض ليزوروا وادي بردة ويترنموا بمياهه العزبة هذا الوادي تعرض إلى حرب كانت أشد الحروب التي مرت في العالم وظنوها أنها كروزني هذه الحرب أقامتها الصهيونية العالمية بسالوسها في المنطقة النظام الروسي النظام الإيراني النظام السوري وللأسف على منطقة لا تتجاوز عدد سكانها الخمسين ألف سابقا ولا يتجاوز مساحتها الأمتار قرية بسيمة تعتبر تقريبا من أصغر الخرى أربعمائة متر فقط مربع مساحتها عين الفيجة تعتبر ستمائة متر مربع كان الحرب عليها لإبادة ولتدمير ولأرض محروقة لا لإخراج مسلحين على الإطلاق وبدأ الحرب بضرب المياه وكرر بضرب نبع عين الفيجة في الطائرات الحربية وعندنا وسائق لهذا الموضوع حتى يتم تهجير ليس فقط وادي برداء بل مدينة دمشق التي تحوي إلى 6 مليون بني آدم 6 مليون من البشر يتعرضون الآن الآن يتعرضون إلى جراسيم إلى تلوس إلى فقدان المياه إذا استمر النظام بهذه السياسة التي تدمير الممنهج في المنطقة جمعة هذا ما يخص الوادي بجماله أما ما يخص الوضع الطبي نعم دكتور بالنسبة للوضع الطبي حضرتك دكتور أخصائي في المعالجة الفيزيائية عشت أيام الحصار بدنا شرح عن الوضع الطبي كيف كان في هذه الأيام في قرى وبلدات وادي برداء للأسف الشديد كنا محاصرين من الناحية الطبية من كل شيء لو لا بعض البقايا التي كانت بمستودعاتنا أو بأمكنت تواجدنا لكانت كثير فقدنا من الناس التي أصيبوا بجراح أو من خلال القصف أو من خلال البراميل التي تقطع الأوصال ولدي بعض الفيديوهات والصور للناس التي فقدوا أطرافهم وفقدوا كثير من أجزائهم وكنا محاصرين حتى في الدواء الضروري ومثال آخر دهم منطقة وادي برداء مرض اسمه غلام باري هذا غلام باري يعمل شلل كامل كالشلل الرباعي ويلزم قبل أن نبدأ بالعلاج الفيزيائي يلزم بعض الدواء وهو من ثلاث أدوية كيماوية محصورة وحصروا هذا الدواء بوزارة الصحة لكي لا يحصل على الدواء هذا الدواء الثمن الإبرة الواحدة وصلت للـ 200 ألف وإذا كان فقير لا يمكن له أن يحصل على هذا الدواء هذا المرض استشرا في وادي برداء أكثر من غيره من المناطق وصلت فيه عندنا اثنين من الشهداء امرأة ورجل فيه عندنا أطفال للآن صار المعالج الفيزيائي يريد يعالج كيماوية ويلا يعرف يريد يعالج فيزيائيا لينقذ ما تبقى من هذا المريض وهو مشلول لا حركة في الإجرين ولا في اليدين ولا في الوسط فقط بيحسن بيحكي أو بيشوف الأمراض الأخرى اللي استشت في المنطقة الجرسي من خلال المياه لأنه نحن في منطقة نبع برداء كان يضاف إليه من المعاقمات والمنظفات وخاصة منطقة مادة الكلور فقدنا هذه المادة بدأت الإصابات المعاوية عند الأطفال عند الشيوخ عند الكبار كان الحاجز يصادر أي نوع من أنواع الدواء؟ تصادر سلاحة تصادر زخيرة زخيرة معلش أما تصادر أدوية أحدهم بيجيب دواء غدة أحدهم بيجيب دواء الربوية مش يعني بخلو أحد النساء أخذ الدواء منها ورموها بالأرض أنا عموت صفلي شو بدك ساوي بحالك ساوي للمرحلة الأخيرة لم يبقى بمستودعاتنا أي شيء نسعب فيه حتى الجرحة أو المصابين ما صفي عننا شيء ولا عدنا حسننا نوصل إلى المريض أو المصاب عندنا شباب تدربوا بالقضايا الطبية ما يحسنوا يوصلوا من منزل لمنزل لحسن أنخذوا اللي أصيب بالكلور في الحرب الأخيرة اللي قامت قيمت على بسيمة وعين فيجة بيكون بالبيت جاروا وأسخط عليهم مادة الكلور بدوا أن يعجوا بس بدواء أو مادة الخل ما يحسن يوصلوا هذا الحصار ما أصبح لحصار مسلحين ولا إرهابيين ولا بشعر عمي قاتلوا جيش ولا نظام بالعكس أصبح لدمار كامل ممنهج لإعطاء تغييرها ديمغرافيا وإعطاءها لناس آخرين يعني صدق عليهم القول لقد أعطى من لا يملك لمن لا يستحق نحن أهل الأرض ونحن اللي نملك الأرض لا النظام هو صاحب هذه الأرض ولا مالكها ولا من يريد أن يحله محلنا يستحق أن يكون في مكاننا هذه الأرض اللي نحن حميناها وزارعناها آلاف السنين نحن اللي حمينا مياه نبع براء نبع الفيجة التي تسقي أكثر من ستة مليون نحن اللي كنا نحمي المياه لوصولها إلى مدينة دمشق أصبحنا اليوم نحن الإرهابيين والطائرات اللي خصفت سطح النبع وكشفت ظهره تماما إلى من يعبز وممكن من خزيفة أخرى من الطائرات برميل آخر من الطائرات يفعل ما يفعل أكثر من كل الجراسيم والتفجير هذا العمل هل هو عمل دول تستطيع أن تحافظ على شعبها أو رعايا هل منظمات البيئة العالمية واللي كنت شرع بأن أكون أضم فيها محافظتها على المياه المياه ليست ملك لأهل وادي بردة أو لمحافظة ريف دمشق أو لسوريا عامة لا المياه ملك العالم ملك البشرية أجمعين والعالم بأسره للأسف يعلم ويسمع ويرى بأن المياه تتعرض اليوم ليس فقط إلى التلووج إلى الغوران إن أصبح ماءكم غورة فمن يأتيكم بماء معين اليوم مهددة أن تغور المياه ولن تعود إذن هذا العمل العسكري لا يقدر أي شيء ما بعده بهم أن ينتصر ويمتلك المكان ربما نعود إليك لاحقا دكتور الأخ أبرياض يعني الأوضاع العسكرية لو تحكي لنا شوي على الأوضاع العسكرية كيف كانت أيام الحصار الأسلحة التي استخدمت ضدكم كيف كان تكاتف السوار وقفتكم جنب بعض يعني تحكي لي بشكل عام منذ اندلاع السورة من شيء خمسة سنوات وادي بردة سارت هالبلاد بالمظاهرات مثل سائر البلاد في كل سوريا بقان إجا النجام مجموعة من النظام من جيش النظام وحاولوا اقتحام وادي بردة اتصدت لون الأهالي والشباب هاي من خمسة سنوات اتصدت لون عمد هل القرية ورجعوا هن رجعوا وأبرم هدني لمدة يعني مفتوحة هدني إنه ما حدا بيعتدي أحدا لا نحن متعدين لهن بيعتدوا علينا ضلت هالهدني سنتين بعد سنتين عودوا عادوا الكرة اشت اللجان الشعبية والدفاع الوطني مدعوم من الجيش بالأسلحة من الحرس الجمهوري كمان استمرت معركة خمس سنوات استخدم فيها المدفعية والهاون والدبابات وطلع الطيران كان الجو غائم ورعد ما استفادوا شي بالطيران استمرت خمسة أيام عود أبرم هدني قطعوا الماء وقتها لأهالي عن دمشق أهالي عن الفيجي المهم أبرم هدني إنه الماء مقابل وقف القتال والغزاء والدباء هاي ماشي سنتين وشهرين قبل هاي المعركة من تشرين تاني قبل سنتين وبعدها ضلت هالهدني ساري هالمفعول لا هوني بيعتدوا علينا ومحمي حدوان والمي وصلت لون ونحنا ما بيقطعوا الطريقة علينا لأنه ما في غير معبر واحد فقط طريق الوادي ما في أي طريق غير وبين جبلين هوني بيأمنوننا الغزاء والدباء ونحنا هاي المي ماشي ومصالحهم ماشي بالمنطقة مقسم كهرباء كل شيء والأمور ماشي على ما يرام صار بالآخير النظام يضغط على الأهالي على أهالي المنطقة أهالي ودي بردة يوم يسكر الطريق يوم يمنع الدواء السيرنق ما يدخله خبز ما يدخل آم وعود رجوع الأهالي صاروا يقننوا بالمي مقابل يضغطوا عليه أنه افتاح الطريق فوت لنا وخود مي ونحنا عايش فيه ما حدا عم يعتدي على حدا آم النظام على ما يبدو ضايا أكتير من هالموضوع حط أنه بدو يستولي على المي ليش أنا المي ماها بإيدي لحتى صار حوالينا بالهامي وقدسية والتل ودارية مسلسل هالتهجير وصل الدور لعنا شو قلنا لحالنا نحنا بكرة هالطيارات الحوامي بتزد منشير أنه اللي ما بدو يصلح وضعه بيطلع كذا وعن الناس عم تستنى واللي تفاجأنا بدون سابق انزار وبدون أي طائرات تزد منشير وكذا بيوم من الأيام جاء الطيران الحربي الميق وأسراب من الحوامات والصواريخ الأرض أرض تنهار على قرية بسيمي التي فعلا مثل ما قال لا يتجاوز مساحتها نصف كيلو متر مساحتها هذه الحكي ضمن الهدني بعد ما صارت الهدني هدني الأخيرة ضمن الهدني هون يخترقوا الهدني اخترقوا الهدني بجي عشر مرات ونحن نعاود الشباب بالمقابل يضغطوا عليهم بالمي يعاودوا يتفاوضوا لحتى بدت هاي المعركة الأخيرة بدون أي سابق انزار ضرب قاضي والله اللي انهار عاب السيمي وعوادي برداء ما نهار على لندن بالحرب العالمية التاني هاللي طالع سيطها المهم أول يوم اثنين ثلاثة صواريخ ميغ برميل دبابات قصف بلا هوادي على ما يبدو الشباب غبوها الضربة بعد ثالث يوم حاولوا يتقدموا وصاروا يتصدونوا له الشباب عنا بالبلد لا في فصائل ولا في فصائل نصرة وما نصرة وهيق ما في ولا عنا سلاح ما عنا سلاح كله أهالي اللي عندو كلاشنكوف شايف حاله ما بيتحاكه بارودة روسية بيقول لك بدي حرب فيها الطيارة بدوا بهالحملة الشرسي جدا بكل أنواع الأسلحة نحن قلنا شيء ثلاثة أيام الرابع الخامس السادس السابع بعد عشر أيام عرضوا علينا عرض عن طريق وساطة من لواء متقاعد كان بالنظام من عين الفيجي قال يا بتستسلموا يا أما الحملة العسكرية مستمرة قلنا لشو نستسلم طيب يوقفوا اطلاق النار لحتى نتحاكه راحاكهن قالوا وقفوا اطلاق النار جينا على المنطقة ما وقفوا ولا دقيقة أثناء وقفوا اطلاق النار تقدمت الدبابات يعني أول مرة تاني مرة بعد يومين قال الجنرال الروسي معهن قال هذا كلام الجنرال الروسي يا بتفتحوا المي يا بتستسلموا يا أما سأجعل المنطقة أسرا بعد عين هذا كلامه وأصحرها قلنا له طيب ما ضل شي بالمنطقة المنطقة تصحريت ارتشلون واقفوا اطلاق النار لنقنع هالشباب هالي بيطلعوا قال طلعها ما في استسلام ما بدون يطالعونا هاي تاني محاولة عودوا استمروا بالقصف وزادوا وطيرة القصف صار الطيران الروسي يقصف بالليل صواريخ الأرض أرض في يوم من الأيام وكل الأيام مثل بعضها مية وخمسين صاروخ في الأرض أرض نزل على هالبوع على هالقرية مية وعشرين برميلة من الحوامات هاي بيوم واحد والله وصواريخ الفيل وصواريخ الأرض أرض وطيران الميق الحربي بالنهار وبالليل الدبابات لا تسأل هذا بالوقت المستقع آلاف القزاء في الدبابات ومدافع ثلاثة عشرين من على الجبال المحيطة يعني حرب سياسة الأرض المحروقة وقتين يوقفوا يتقدموا يطلع لهم عشر شباب يتصدوا لهون يعادوا يرجعوا لورا ما شو الأسلحة كانت متوفرة الأسلحة كانت متوفرة مع الشباب بارودي روسي أربي جي ألغام أرضي صواريخ محلية الصنع تضربوا بروح غرب هاي الأسلحة المتوفرة فقط ولا فيها الفصائل ولا فيها عمستواه القوي قلنا لهم يا أخي بين ضمن المفاوضات يا أخي عم تقولوا فيه فصائل ليكوا الفصائل بجبال القلمون فوق اطلعوا وقاتلوها بجبل فوق بعد عنا عشرين كيلومتر وهي بلاد آمنة أهالي قرية بسيمة ثلاثة تلاف وخمسمائة نسمة قرية عين الفيجي خمس تلاف وخمسمائة نسمة هل يعقل كل نسمة من هتلاثة تلاف وخمسمائة نسمة نزل عراس ومية صاروخ مية صاروخ للنسمة يعني لو ما هو الأعمار بيد الله ما طلع مخبر من بسيمة عن الفيجي بس الأعمار بيد الله في ناس أشخاص أكلت أكتر من ألف صاروخ وعمرها مو خالص بالانتقال للوضع المدني حضرتك كونك كنت بالمجالس المحلي عشت أيام الحصار حكى أخونا أبرياض عن حجم الهجم الشرسي اللي كانت على الوادي يعني كانت صعبة على العسكري فكيف كانت على المدني تحكي لنا شوي عن الأوضاع الإنساني بسم الله الرحمن الرحيم أنا عملت في مجال إغاثة النازحين إلى قرى وادي بردة وكان النازحون من كافة القرى من الغوطة من جوبار حرستة زملكة عربين حمص من كل البقاع السورية كنا نستقبل النازحين في وادي بردة وكنا نعتبر هذه المنطقة أن تكون منطقة آمنة بحيث لا يكون فيها قصف ونعمل على أن نجنب هذه المنطقة الحرب والدمار وقد التقينا بعدة منظمات إغاثية إنسانية على مساعدة هؤلاء النازحين ولكن للأسف الشديد كانت كم قليل جدا جدا في الفترة الأخيرة قام النظام بحصار المنطقة من عدة محاول ومنع حتى خروج التي ستلد في مشافي دمشق كون المنطقة لا يشفيها مشافي نسائية فكانت تلد المرأة على الطرقات أما بالنسبة للدواء والغزاء فكانت دواء شحيح جدا جدا والصيدليات فارغة حتى من قطرة الحليب وخاصة في المرحل الأخيرة حيث كان المواطن يعاني أشد العناء فكان النظام يقول أخرج المسلحين نفرج عن المدنيين فإن الحرب ليست على المسلحين وإنما هي هجمة شرسة على المدنيين وقد تعرضت المنطقة لغارات شديدة على المدنيين وليست على جبهات القتال فجبهات القتال دائما تكون معروفة في المناطق المتقدمة وعندما نرى المشهد من قريب ونعاين المنطقة بالتصوير نجد أن كل بيت فيه بسيمة وعين الفيجة وودي بردة وخاصة بسيمة وعين الفيجة ودير مقر كان ينهال الكم الأكبر على البيوت فلن نجد بيتا إلا وأكل صاروخا والدليل على ذلك الأنقاض التي اليوم ستشاهد على شاشات التلفزة وربما كنا نتمنى أن يكون هناك إعلام غير إعلام النظام السوري فلكنا مقطوعين في هذه الفترة عن كل الاتصالات فلم يترك النظام لا وسائل للنت ولا وسائل تلفون ولا أي شيء نستطيع أن نقدم للعالم ما كان يفعل بنا فكان النظام ينهال في كل يوم على المدنيين انتقاما منهم وليس من العسكريين فإذا رأينا ذلك المشهد فإننا نرى كيف انتشلنا أطفالنا نحن من تحت الأنقاض فالأطفل الذي عمره سنة والمرأة التي عمرها خمسون سنة هذه ليست مقاتلة وليست إرهابية ونحن جميعا من أهالي وادي بردة كنا نعاني حالة إنسانية مزرية للغاية فقد كانت كميات الطعام التي يدخلها النظام تحدد بكمية للسائق ب300 كيلوغرام كل عشرة أيام بحيث يكون النظام كد أفرغ المنطقة بطول المدة التي حاصلها بها على مدار السنتين من المواد التي يستطيع أن يأكلها الناس فبدأت الناس تأكل مدخرات بيوتهم فالحالة الإنسانية والطبية كانت سيئة للغاية فكنت أقول لهم وأنا أدرس مادة التاريخ أن هذا النظام كان يرين في بعض الأحيان صورة لمحمد الدرة على شاشات التلفزة ويقولون أنظروا ماذا يفعل اليهود فوالله سأدرس ما حيث ما فعله هذا النظام بهذا الشعب الأعزل الذي هو يعتبر من مواطنيه فكيف نقارن ذلك بذلك فوالله هذا أشد مضاطة علينا فإما أن ترجع إلى حضن الوطن وأن تكون عبدا زليلا وإما أن تشرد في الولاد وتكون حرا طريقا فاختار البعض أن يكون حرا لا أن يكون عبدا ويحارب النظام كل من يعارضه حتى بعد ذلك بأهله فالثائر يأخذ امرأته والثائر يأخذ زوجته فعندنا معتقلات عرقبة ليس إلا لحالة إنسانية بحتة فنحن كنا نطالب المعتقلين والمعتقلات وزأل للنظام ماذا تريدون من وادي برد قلنا لهم لدينا مطلب واحد إنساني أن يرجع أهالي قريتي إفرى وهريرة إلى منازلهم فبدل أن يرجع أهالي قريتي إفرى وهرارية إنسانيا دمر ما بقي من بسيمة والفيجة فأصبحنا خمس قرى إلا من رحم ربك وبقي هناك تحت وطأة هذا النظام ونسأل لهم الله أن لا يكونوا يعذبون بأعمال غيرهم الله يزيك الخير أبو رياض كسؤال أخير لحضرتك وكون مختصر تحكي لي كيف أطلعته وأوضاعكم الحالية نحن بالقاون الأخيرة وقت ما ضل شيء على وجه الأرض ببسيمة انسحبوا هالشباب وهالمقاتلين بآخر لحظة على قرية دير قانون بعيدة عن عين الفيجي ثلاثة كيلومتر وتجمعت كل الأهالي والمدنيين والمقاتلين ببلدة دير قانون صار فيها ضغط سكاني هائل بعد خمس محاولات حكيت لك عنهن والنظام ما يزدق ما فيه مصداقية خامس مرة صدق وأنه وافأ يطالع هالناس بالباصات يهجرها على غير قرني مقابل يطلعوا من النبع طلعوا من النبع وطالعنا بهالباصات بالمختصر المفيد يعني بعد خمس محاولة حملونا بـ 42 باص طلعنا من 12 الظهر بالباصات 12 الظهر وصلنا وصلنا تاني يوم الساعة 12 ووحدة يعني 25 ساعة وصلنا على منطقة نواحي سهل الغاب وصلنا لهون الصراحة على الطريق ممنوع ننزل من الباص يا جماعة النسوام ده تنزل الضيئت يا جماعة الناس عم تتقايا 24 ساعة أطفال عم تبكي رح تفقى بدها تنزل ممنوع تنزلوا من الباصات 24 ساعة هون يستنزلوا بعض هون ممنوع يمشي باص لحاله إلا وفد كامل وطول هالمسافة وصلنا لعند الصوامع بقلعة المضيق ونزلت هالناس نزلت يعني وقت نزلت من الباصات كايني رح تفقى رح تموت العذاب الباصات على الحل طلع أصعب من المعركة نزلنا بباب هالمضيق بقلعة المضيق ويجوا الله يجزيهون الخير هالقرى المجاورة كل جماعة استضافوا مجموعة والله ما أصروا وشعب الحمد لله ما أصر وقدم خدماته الإنسانية والحمد لله وضعنا جيد والله يجزيهون الخير والله ما أصروا إنسانيا الله تكلى عافية برياض بدنا ننهي معك دكتور بتوجيه كلمي للعالم بتوجيه كلمي لأهالي الغوطة الشرقية اللي لحد الآن لساتهم صاندين وهل ستستمر في العمل باختصاصة كنا إن شاء الله سأستمر ولو من السؤال الأخير سأستمر إن شاء الله في عملي لأنه فعلا العمل الإنساني المخفف ألام عن الناس في هذا المكان وبغير المكان وبأي مكان أكون هذا العمل الله سبحانه وتعالى سخرنا له في تخفيف الآلام عن الناس نحن أنا بوجه تحية أولاً لأهالينا في ريف حما ولكل الأرياف اللي استقبلوا أخوتنا ومهجرين وليس مهاجرين نحن هجرنا من مكاننا ولنا في رسول الله أسوة لنا حسنة أما رسالتنا لأهلنا في كل بقاع الأرض الباحثين عن الحرية أن لا يتركوا ولو لحظة واحدة في الدفاع عنها لأن الله سبحانه وتعالى وهبنا هذا الشيء من الحرية أخوتنا في الغوطة الشرئية نقول إياكم أن تتراجعوا ولو قيد أنملا عن طلبكم للحرية ويجب أن ندافع عنها حتى ولو كنا في منافع الأرض سندافع عن موطقنا عن الحرية في كل شيء أهلنا في أخوتنا أنتم الآن محاصرين كما كنا محاصرين وكنتم قبل محاصرين وحتى الآن أنتم أشود المعركة أنتم أشود في كل ميدان فلكم التحية لكم التحية يا شهدأنا لكم التحية يا كرام أهلنا في الغوطة الشرئية أقول وأكرر الحرية أسمى مطلب طالفتموه ومن زمن التاريخ كنتم خير من قاتل ضد الاستعمار الفرنسي ولا زلتم تقاتلون ضد أي نظام ديكتاتوري ولنا لكل أحرار العالم أن تتابع ما يجري الآن في دمشق وريفها وتتابع الآن وتدفع وتساعد وتساهم مع أهلنا ليتحرروا من هذا الطوق الكبير لطوقوه لأخوتنا في الغوطة الشرئية ونأمل أن الله سبحانه وتعالى يفرج عننا وعن كافة المطوقين والمعتقلين ودعائنا للشفاء لأخوتنا الجرحى وخاصة المعتقلين ولنا في هذا النظام معتقلين كثير ومنهم ولدي وأخوتنا لهم أولاد شهداء وتحية إلى أخوتنا في فضائية الجزيرة وشكرا لكم إذن مشاهدين الكرام كنا معكم في هذه التغطية الخاصة من هنا من ريف حما التقينا بعدد من الضيوف الكرام من المهجرين قسرا من وادي برد والذين سكنوا هنا في ريف حما تكلمنا عن الوضع الصحي الوضع الطب داخل الوادي عن الأوضاع العسكرية وعن الأوضاع المدنية نشكر الضيوف الكرام كما نشكركم مشاهدنا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكتو